أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم جلسة نهاية جلسات الأسبوع بتراجع معظم المؤشرات بضغوط مبيعات أجنبية وخسر الرأس المال السوقي 221 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 726 مليار و400 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد انخفض مؤشر EGX30 بنسبة 1 من 100% ليغلق عند مستوى 11238 نقطة كما انخفض أيضا مؤشر الشركات الصغيرة ومتوسطة EGX70 والذين انخفض بنسبة 38% ليغلق عند مستوى 1910 نقاط كما ارحبط أيضا مؤشر EGX100 والذين انخفض بنسبة 22% ليغلق عند مستوى 2893 نقطة نتحول إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 18 جنيه و20 قرشا للشراء و18 جنيه و33 قرشا للبيع اليورو 20 جنيه و19 قرشا للشراء و20 جنيه و34 قرشا للبيع الجنيه الاسترليني 23 جنيه و87 قرشا للشراء و24 جنيه و4 قرشا للبيع وأمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات و95 قرشا شراء و4 جنيهات و99 قرشا للبيع أريال السعودي 4 جنيهات و85 قرشا شراء و4 جنيهات و89 قرشا للبيع